يعقد مجلس النواب اليوم جلسة طارئة عملا بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس يأتي ذلك للنظر في تداعيات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة وما ترتكبه إسرائيل من جرائم وحشية في قطاع غزة قال وكيل أول مجلس النواب أحمد سعد الدين أن هناك تداعيات للقضية الفلسطينية قد تنال من أمن المنطقة واستقرارها بمحاولات التهجير القصري للفلسطينيين ودفعهم للجوء إلى مصر ما يعتبر جريمة حرب وأكد سعد الدين خلال كلمتي أمام مجلس النواب أن المساسة بسيادة مصر عن طريق هذا التهجير غير الشرعي سيؤدي إلى خروج الملايين للتعبير عن رفضهم الكامل لتلك المحاولات والأفكار اليائسة تواجه القضية الفلسطينية منعطفاً هو الأخطر في تاريخها بما له من تداعيات شديدة الخطورة قد تنال من أمن واستقرار المنطقة بأكملها فمحاولات التهجير القصري للفلسطينيين عن موطنهم ودفعهم إلى اللجوء إلى مصر هو جريمة حرب ومحاولة غير أخلاقية لتصفية القضية الفلسطينية وأعلنها صراحة من تحت قبة مجلس النغاب المصري أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة والشعب المصري إذا استشعر أن الكيان المحتل يحاول ولو بشكل غير مباشر المساس بسيادة مصر عن طريق هذا التهجير غير الشرعي فإنه سيخرج بالملايين من كل فج عميق للتعبير عن رفضه الكامل لتلك المحاولات والأفكار اليائسة مسانداً وملتفاً حول قيادته السياسية وقواته المسلحة شكراً للمشاهدة